موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى بن القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته في الحلقة الماضية ذكرنا كيفية قبض الروح لملك الموت كيف يقبض الروح وكيف يستطيع أن يسعى الناس في لحظة واحدة ناسس أو جن أو ما شابه ذلك يقبض أرواح جمة كبيرة في لحظة واحدة يقبض أرواح جمة كبيرة في لحظة واحدة ووصلنا إلى رواية لإبراهيم عليه السلام مع ملك الموت قال يا ملك الموت جئتني زائرا أم قابضا؟ قال بل جئتك زائرا قال لي إليك سؤال ما هو السؤال؟ قال أرني بأي هيئة تقبض أرواح المؤمنين وبأي هيئة تقبض أرواح الكافرين المشركين بأي شكل بأي هيئة؟ قال أرني المؤمن والكافر قال أما المؤمن فأدبر أدبر إبراهيم عليه السلام قال أقبل أقبل يقول إبراهيم رأيت شابا جميلا حسن الصورة طيب الريح وحسن الواجه وله رائحة طيبة للغاية حتى اشتاقت نفسي له وروحي له ثم قال أرني كيف تقبض أرواح الكافرين روح الكافر كيف تقبضها قال لا طاقة لك برؤيتي قال لا بد من ذلك قال أدبر أدبر قال أقبل أقبل يقول رأيت وجها أسودا ورائحة نتنة ويخرج النار والحميم من منخريه ومن أذنيه ومن فمه ورأيت عيناء عينين حمراوين حمرا شديد الحمرا حتى تعجبت قلت والله أغمي على إبراهيم عليه السلام لما أفاق إبراهيم قال والله إن رؤيتك هذه تكفيهم نار جهنم بس شوفتك هذه جهنم رؤية ملك الموت لقبض روح الكافرية جهنم نار يعني شوفوا يا حبيبي فدي يوم من الأيام الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أصيب بالرمد تعيونه صارا رمد لما أصيب بالرمد جاءه رسول الله عائدا جاء يعيده مولانا يجي يمر عليه شاف الإمام عليه فيه أشد الألم تدرون أكبر الهم هم الدين وأكبر الألم وجع وجع العين العين أشد وجع فيها يقول كان يتلوى علي بن أبي طالب من شدة الألم والوجع قال أتحس بالألم يا أمير المؤمنين بها وجع كثير قال بلى يا رسول الله لم أرى ألما ولا وجعا أشد من ذلك قال يا علي إذا جاء ملك الموت لقبض روح الكافر الكافر مولي دين ما عنده لا الكافر صلاة ما يصلي عبادة ما عنده أبو الذنوب المعاصي هذا مصداق قال يا علي لو جاء ملك الموت لقبض روح الكافر استخرج روحه اسمعني يطلع روحه استخرج روحه بسفود من نار جهنم السفود تعرف شنوه السفود حديدة يوضع فيها اللحم وتشوه يشوى اللحم احنا نسميه صيخ واضح مولانا يقال له سفود باللغة العربية زين سفافيد جمعها يقول يستخرج روحه الكافر بسفود من نار جهنم يقول واذا علي بن أبي طالب جلس منتصبا هيتش قاعد مستقيم قال يا رسول الله أعد القول والكلام قال لماذا؟ قال والله إن ألم السفود وألم خروج الروح عن ساني ألم عيني ووجعها اسمحها رجاء اسمحها قال يا رسول الله يستخرج روحه الكافر هكذا؟ قال بلى يستخرج روحه الكافر قال أيا استخرج من أمتك هكذا؟ أكو ناس من المسلمين يطلع روحه بسفود من نار جهنم قال بلى يا علي ثلاثة أشخاص ملك الموت يطلع روحه مثل ما يطلع روحه الكافر بسفود من نار جهنم سفود من نار جهنم قال من؟ قال الحاكم الجائر حاكم ظالم جائر متكبر متجبر على الله وعلى خلقه الحاكم الجائر ملك الموت يطلع روحه بسفود من نار جهنم الثاني الثاني كلف مولانا والثاني من يا رسول الله؟ قال اسمعني قال آكلوا مال اليتيم ظلما اللي يأكل مال اليتيم ظلما وقهرا وجورا وزورا يأكل مال اليتامة أموال اليتامة الآن موجود الناس هو يأكلوا مال اليتيم قبل مولانا يسرقون مال اليتيم أمام العيان لكن الآن يسرق باب مال اليتيم بالرعفة والحنان يجيك أنا حنون عليك أنا رعوف عليك أنا يحترق قلبه عليك يمسح رأس اليتيم من نانا ومن نانا يسرقه من نا يأكل أموال اليتامة والعرامل هذا ملك الموت يطلع روحها بسفود من نار جهنم كما يستخرج روح الكافر والمشرك بعد والعراملان اللي يأكل أموال اليتامة قهرا وزورا وظلما مو ضايع هذا هاي اثنيا بعد يا رسول الله قال وشاهد الزور يشهد شهادة زور يشهد شهادة الظلم شهادة الزور لم يراه ولم يشهد المكان لكن يشهد على ذلك زورا وغصبا وعدوانا هذا كذلك ملك الموت يطلع روحه يستخرج روحه بسفود من نار جهنم زين حبيبي فإذا هذا بالنسبة إلى الكافر وإلى المؤمن بقى عندنا سؤال السؤال عندنا المؤمن يموت بحالتين والكافر يموت بحالتين المؤمن يموت براحة ويموت بشدة صاحبو يا لولا زين أكو مؤمن يموت براحة مولانا بلا ألم وهو يتبسم ويموت أصلا أكو مؤمنين يموت بكل بساطة بكل راحة تقول ناعم مو ميت أو أكو مؤمن يموت بشدة وألم مثلا الحرق يحترك مؤمن يحترك هذا الحرق مولانا يبقى مؤلم الموت حرقا هوي مؤلم أشد من الذبح الموت حرقا أنا يعني المفروض ما أحكيها لكن أنا أذكر عندنا من أقاربنا أحدهم احترق وهو في الحمام كان يغسل شي زين أكو عنده سلعة يغسلوها بالبنزين بالحمام كان وعلى العموم شاب نار احترق احترق النار كبرت وكثرت فهو سد الباب على نفسه خاطر لا يحترقون أطفاله وبيئته بالكامل يحترق فوالله أنا ما أنسى هذا الموقف زين أجت الأطفائية وأجوا وكذا ما قدروا يدخلون جوه ما حد قدر يدخل ما يقارب عشر دقائق نحن نسمع صريخ الرجل يصرخ يصرخ من شدة الحرق من شدة الألم يصرخ إلى أن هدأ سكت عرفنا أنه مات توفي رحمة الله تعالى عليه طلعوا أنا حضرت بالمقتسل أنا كنت أغسل معهم أنا حضرت رأيت النار شاقة اللحم والجلد شاقة البدن الجسد شاقة كما شلون سكين مثل السكين هاي السكين تخليها على جسد والشق الجلد واللحم هكذا كان شاقة شقد ألم شقد متألم هذا يموت حرقا مؤمن ويموت حرقا مؤمن يتعذب قبل قبل الممات لماذا لماذا يموت براحة ويموت بشدة المؤمن الكافر كذلك عندنا كافر يموت براحة كأنه نائم يموت بغير ألم لكن بالمقابل عندنا كافر يموت بشدة الآن نجي إلى المؤمن المؤمن يموت بشدة لها حالتان إذا مؤمن مات بشدة لها حالتان الحالة الأولى إما كفار لذنوبه عندنا مؤمن عنده ذنوب وهو صح مؤمن لكن عنده مكسرات شوية غيبة وشوية نميمة وشوية تشذب عنده مولانا عم جمحنها طق وطيح مكسرات عنده واضح مولانا هذه شدة الموت ضغطة الموت الوجع عند الموت كفار علما جاوبني كفار لذنوبه في الدنيا إذا صارت كفارة إليه مولانا يفيد إلى الله يريد إلى الله وهو خالي من الذنب والمعصية فهو إلى الجنة هذا إذا مات بشدة هاي الحالة الأولى الحالة الثانية لا مولانا ما عنده ذنوب يموت بشدة مثلا عندنا الأيمة سلام الله عليهم ما عدم ذنوب الإمام علي عليه السلام لما دور فيه محرابي صلاته ظل يوم يومين مولانا إلى أنستشهد سلام الله عليه الإمام الحسين مات بشدة الإمام الحسن مات بشدة الأيمة ماتوا بشدة هاي أكون مؤمن ما عنده ذنب ليه يشيموت بشدة يقول إذا عنده ذنب كفار لذنبه لكن إذا ما عنده ذنب علوى لدرجاته الله يعلو يعلي يعلو فيه درجة علوة لدرجاته هذا بالنسبة إلى المؤمن نجي إلى الكافر الكافر لماذا يموت براحة أو كافر يموت بشدة الكافر اللي يموت براحة يموت براحة سبحان الله أكو بعض الكفار مولانا لا دم ولا ضمير ولا دين ولا مذهب حتى عباده ما عنده حتى الله ما يعرفه مولانا كل ذنوبه معاصي وإذا ينام نومة واحدة ويموت براحة حتى يموت متبسم البعض هم مولانا ليش هذا الله سبحانه وتعالى يؤخر عذابه إلى يوم القيامة هذا الكافر الذي يموت براحة زي مولانا إذا عنده حسنات في الدنيا عنده أعمال زينا الله بالمقابل يهون عليه سكرة الموت إذا هول عليه سكرة الموت يوم القيامة بعشونه مولانا يرد العذاب يدخل إلى ناري جهنم وبعس المصير هذا إذا مات براحة الثاني إذا مات بشدة كافر يموت بشدة جيني موت بشدة مولانا واضحة هذا يعذب يعذب شوف يعذب قبل الآخرة يعذب في الدنيا ويعذب وين؟ في الآخرة هذه حالات ممات المؤمن وغير المؤمن الآن نأتي إلى مرحلة صعبة على الإنسان كل الصعبة على الإنسان من أشد ساعات ابن آدم من أقوى فيها من أشدها من أصعبها من أهولها من أرعبها ساعة نزع الروح إذا تريد الروح تطلع من الجسد صعبة مولانا هواي صعبة جدا صعبة على الإنسان الإنسان يشوفها يصور أنه سهل عليه لكن أشد ساعة على الإنسان من أشد الساعات على الإنسان ساعة نزع الروح وسكرة الموت وحالة الاحتضار ليش يقلوا الاحتضار؟ لأن تحضره الملائكة الملائكة تحضرها لنزع روحه مؤمنا كان أم كافرا يطلعون الروح مولانا يطلعونها ساعة أذكرها لك كيفية خروج الروح من أشد ساعات ابن آدم يقول الإمام السجاد أشد ساعات ابن آدم ثلاث ساعة نزع الروح ساعة اللي ينزع الروح منه تطلع روحه من عنده هوي صعبة عليه مولانا تبكي على حاله وساعة يعاين فيها ملك الموت ملك الموت يشوف ملك الموت جدا معينه صعبة عليه هوي صعبة عليه شوف ملك الموت مولانا أستطرق لها أنا وساعة خروجه من قبره والوقوف والامتثال أمام يد الله وأمام المحكمة الإلهية آنذاك سكرة الموت حالة الاحتضار صعبة على الإنسان جداً صعبة ليش؟ لأن تتوافد عليه حالات الحالة الأولى الألم يعتريه الألم الشديد يصير عنده ألم شديد مولانا تدري؟ هذا الروح ينسل الروح تنسله من كل عرق في جسده كل عرق في جسده كل عضو من جسده الروح تسل تسل يطلعونها من جسده صعب ألم من جانب من جانب ثاني ألم فراق الأهل والعيال يشوف أطفاله ويشوف عياله ويشوف زوجته يتألم لما يشوف أقاربه ويشوف أطفاله هذا صعب عليه جداً مولانا جداً صعب عليه هذا الألم الثاني ألم فراق المال عنده أموال أو عنده مولانا حلال وعنده بيته عنده سيارة بالأخص إذا واحد مجمح من حلال وحرام هذا المجمح من حرام هذا يتحسر أكثر ليش؟ لأن هذه الأموال كلها وين تروح؟ تروح للورثة هو بسبب المال يدخل المن؟ إلى النار وأولاد إذا كانوا أهل خير يتصدقوا بها بسبب نفس المال يدخلون وين؟ إلى الجنة أشد حصر على الإنسان إنسان يدخل إلى النار بسبب ماله وأولاده يدخلون إلى الجنة بسبب نفس المال نفس المال هم يتصدقون وهو يكفر بذلك المال جائب من هامش ومن كل مكان جائب أموالنا حلال وحرام وأضع أموالنا هذا فراق المال هذا صعب على الإنسان كله صعب على الإنسان أنا خلينا نقل لك قضية عالم من العلماء قالوا أن فلان يحتضر تعال شيخنا أقرأ على رأسه تدرون أكو أمور سهل سكرة الموت يموت بسرعة يعني إذا شفت واحد يتألم بالموت ما يقدر يموت أكو آداب أنا سأذكرها لك إن شاء الله آداب لما تقرأها على المحتضر يموت بسرعة يموت براحة فقلوا إلى شيخنا تعال هذا خطيئ يجالع يحتضر ماذا يموت اقرأ لفضل أشياء كذا أكو أمور مثل قراءة سورة ياسين السهل عليه سورة الرحمن السهل عليه ألا نذكرها أنا خلال البحث بالترتيبة جيبها أجل الشيخ يقول جلست عند رأسه يقول قل لا إله إلا الله اسمعني حبيبي في كتاب مكارم الأخلاق قال رسول الله من قال لا إله إلا الله عند الموت بس ياهو اللي يقول يرزل ما نشمكون مؤمن أو مؤمنة من قال لا إله إلا الله عند سكرة الموت وجبت له الجنة كل شيء المسوي إذا قال لا إله إلا الله عند الموت قاعد يجالع يحتضر وقال لا إله إلا الله وجبت له الجنة لكن يا هل يقولها المؤمن يقولها غير المؤمن يقوله رسول الله يتلجلج لسانه ينعقد اللسان يريد يحتي ما يقدر يحتي اكو بعض الناس تروح على رأس مولانا حتش ما يقدر يحتي ما يحتي سير اخرس ما يقدر يقول لا اله الا الله ما يقدر يقول جيبوا لي ماء انا شائب بعيني والله شائب بعيني اكو ناس ما عدهم مولانا ايدي انا صلاة ما يصلي جار رحنا مولانا على رأسه ويحتضر اخر لحظة من حياته اريد يقول ماء عطشان هو اريد يقول ماء ليش يموت عطشان اكو ناس يموتون عطاشة اكو ناس يموتون عطاشة ياهم واحد تارك الصلاة واحد المستخف بالصلاة واحد النمام النمام تعرفونه النمام يعني الفتان الفتان يعني سارق القلب الفتان يعني اللي يضيف على الكلام وينقص من الكلام يضيف كلام ويوصلها لغيرك ينقص من الكلام ويوصلها لفتان يحرق بيوت هذي يهدم بيوت مولانا هذي متعتشان هذولي لو تنطي لو سقيا رسول الله يقول لو سقيا مياغ الأرض لو سقيا أنهار الأرض لمرتوى يموت عتشان وغصبا عليه واضح مولانا راد يقول أريد ماء 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 ما قدر يقول ماء مو لا إله إلا الله بعد هاي صعبة هذا حبيبي يقول هذا الشيخ قل لا إله إلا الله يقول عين على زاوية من البيت يقول ما يوخر عين قلت له قل لا إله إلا الله يقول عين على الزاوية أيبويا قل لا إله إلا الله ولدات موتت خلص رايح خلصان يقول يعين على زاوية إلى أن مات مات وعينه على الزاوية مات وعينه على الزاوية يقول هذا الشيخ قمنا بتجهيز هذا الرجال غسلنا كفلنا حنطنا صلينا علي مولانا ودينا إلى المقبر ودفلنا رجعنا لما رجعنا قلت لهم هاي الزاوية بها سر. تسمعني عيني? قل لي هاي الزاورية بها سر. هذا الرجال مات وعينه على الزاوية. راح ومولانا شاف وفرد حفرة. حفرة والحفرة. قديم اخوه ما كان بنك. بنك ما كان. هاداش قد ما مجمع امواله مخليهن في حب كيس هسا اي شي اللي كان زيان. ومخليه مولانا دافنة تحت الارض. هذا يموت عينه وين? قاعد يموت ملك الموت طلع بروحه وهذا عينه وين? عينه على امواله. ما يقدر يفارق المال. شوف. يعني صعبة عليه. هذا عذاب على على المحتضر. بيت تعب عليه. زين. مولانا وما راح يتركه. يترك البيت والاموال كلها. صعبة عليه. اذا ثلاث. شوف الاولى. الوجع والعلم اللي يعتريه من شدة الموت. الثاني فراق الاهل والاحب ابني وبتة شلو نعوفو مانا. هاي اثنين. اثلاث المال. بالاخص اذا كان من حرام. زين مولانا. فراقه صعب والرابع. الرابع هو اي صعب عليه. هاي في سكرة الموت. هول المطلع. اشوف. يرى. الان شوف انت اشوفني وانا اشوفك. زين. اشوف الاخوة. اشوف الجماعة اللي قاعدين الان. انت تشوف من حولك. لكن الانسان المحتضر بمجرد ان يأتي ملك من الموت. يشوف. يشوف الدنيا ويشوف الاخر. يشوف النوعين. يشوف ملائكة العذاب. يشوف الملائكة جاءوا لكي يحكموا عليه بالخير او بالشر. يشوف الانبياء. يشوف النبي ويشوف حضور الاسم. سلام الله عليهم ومن جانب يشوف الشياطين يريدوا أن يأخذوا دينه في آخر لحظة الشيطان ما يترك حتى في آخر لحظة هسأجيب لك روايات آنا في آخر لحظة ما يترك الإنسان آخر لحظة قاعد يجال يعرض يموت أبليس يمراسه يقل له تعال أسجد لي وأنا أوهون عليك الموت وأنا أدفع عنك الموت لكن ياهو اللي يدفع عنا الموت ما أحد لا أحد سكرته الموت يبدأ ملك الموت بيقبض الروح منين يقبض الروح؟ يقبض الروح من الرجلين تصعد الروح أول ما الرجلين يموت الآن انتم مشوفون شيابتنا الله يطيهم العافية إذا رادوا يشوفون واحد دا يموت ولا يموت يخلوه يديهم على الرجل يقضوا الرجلة إذا شافوا الرجل بردت يعني مات الرجلة يعني هذا خرصان زلمتنا خلاص راح قاعد يموت الروح تسعد تسعد من الرجلين إلى الأعلى يموت الأسفل ثم إلى الأعلى آن بعد آن الأن يوصل منين تطلع الروح؟ شوف الآراء الرأي يقول تخرج الروح من الصدر منها تجتمع مولانا وتسعد على الصدر هنا أنا مولانا وتطلع من الصدر هذا رأي ضعيف طبعا هذا الرأي الأول الرأي الثاني لا اللي هو الرأي الأصح لا الإمام الصادق عليه السلام يقول تخرج الروح من عرنين الأنف هذا رأس الأنف رأس الخشم يسمونه عرنين الأنف الروح تتجمع تطلع منها مولاية تسعد حتى تصل إلى عرنين الأنف فتخرج روحه تخرج روحه من عرنين الأنف تطلع يبقى جسدا هامدا ميت جنازة بعد تطلع روحه من هنا زين؟ خلص ملك الموت يشتد يشد الموت على البعض بعض الناس ما يموت بسهولة عنده سكر وعنده احتضار شديد أكو أمور تسهل على الإنسان سكرة الموت تسهل عليها الاحتضار أكو مستحبات أكو واجبات أكو أمور مكروهة مولانا مكروهة عند الاحتضار أن يعملها الإنسان إن شاء الله انتظرونا وترقبونا إلى الحلقة الآتية إن شاء الله نذكر لكم هذه الأمور مهمة للغاية مهمة للغاية إن شاء الله بعض الأمور التي تسهل سكرة الموت وبعض المستحبات والمكروهات التي موجودة والتي لابد أن يعملها الإنسان عند المحتضر وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اشتركوا في القناة